تلعب قسد في الوقت بدل الضائع وتحاول أن تربط جميع الخيوط المتشابكة في لعبة الجغرافيا السورية شمال وشرق سوريا عندها فتغازل نظام الأسد أحياناً وتحاول العبور إليه من بوابة موسكو مستغلة تقاطع المصالح الروسية الأمريكية في المنطقة التي تسيطر عليها والتي تعتبرها كل من موسكو وواشنطن الورقة الأكثر أهمية للجميع في سوريا تريد صحيفة الشرق الأوسط معلومات عن مباحثات سرية جرت بين مبعوثين من قبل بايدن وبوتين خلصت إلى توافقات على توفير غطاء أمريكي ورعاية روسية للحوار الكردي مع نظام الأسد وذلك بعد جولات تفاوضية عدة جرت بين مدير مكتب الأمن القومي علي مملوك ووفود كردية ترأستها إلهام أحمد وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي جرت خلال الأعوام المنصرمة بهدف التقارب بين الطرفين إلا أن تلك المفاوضات أظهرت فجوة عميقة بينهما فما الذي يمكن أن تحمله المفاوضات القادمة بعد التدخل الأمريكي الروسي تقول الصحيفة إن المتوقع من الجولات القادمة بين قسد والأسد أن تحمل جوانب منها تشغيل معبر العروبية على الحدود العراقية بإدارة من النظام والأكراد لإصال المساعدات الإنسانية هذا في الجانب العملي وفي الجانب الميداني والعسكري ستحمل المفاوضات قطع الطريق على أنقرة التي تلوح بشن عملية عسكرية ضد قسد بشكل مستمر كما تشير الصحيفة إلى أن المفاوضات القادمة قد تحمل بعدا سياسيا يتعلق بمستقبل الإدارة الذاتية وقوة سوريا الديمقراطية لسيما بعد وعود قطعها وزير الخارجية الروسي سيرجيلافروف حول إدخال مسد في العملية السياسية التي يقودها المبعوث الأممي إلى سوريا جيربيدرسون من خلال اللجنة الدستورية فالتنجح المساعي الروسية الأمريكية ويطوي الأسد ملف شمال شرق سوريا لصالحه دون الحاجة إلى الأساليب التي اتبعها مع غيرها من المناطق السورية